على الرغم من أن الكونغرس الأمريكي يعد لحزمة عقوبات جديدة على إيران تستهدف برنامجها الصاروخية الباليستي إلا أن نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي أعلن وبالفم الملآن عن إنتاج صواريخ باليستية قادرة على ضرب أهداف متحركة سلامي قال إن إيران أصبحت من الدول القليلة التي تمتلك تقنية الصواريخ الباليستية القادرة على ضرب الهداف المتحركة وإن قوات الحرس الثوري الإيراني حققت نجاحات متقدمة في مجال صنع الطائرات المسيارة عن بعد ومجال الحرب الإلكترونية مؤكدا على مسألة الحاجة لإيجاد حلول إبداعية في مجال الأساليب والتقنيات ردا على الأساليب التقنية الخاصة جدا والمعقدة التي يتبعها العالم في مواجهة إيران كما قال ارتفاع وطيرة الصوت الإيرانية هذه دعت ثلاثة من النواب الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي بالتقدم بمشروع عقوبات غير نووية ضد إيران بسبب استملار دعمها للإرهاب وتطوير الصواريخ الباليستية المحظورة المشروع أعده كل من ماركو روبيو وجون كورنين وتيد يونغ بهدف فرض عقوبات مالية واقتصادية شديدة ضد أفراد ومؤسسات إيرانية متورطة بدعم الإرهاب وبرنامج إيران لتطوير الصواريخ الباليستية على رأسها الحرس الثوري وقادته والمؤسسات التابعة له باعتبارها تشكل تهديدا لحلفاء أمريكا وللقوات الأمريكية الموجودة في المنطقة وحتى الأراضي الأمريكية وبينما نص القرار الأممي رقم 2231 على منع إيران من إجراء تجارب باليستية وتطويرها لصواريخ بعيدة المدى أو لصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية إلا أن تهديدات الصواريخ الإيرانية لم تقتصر على التجارب الباليستية فحسب بل تعدتها إلى الاستخدام عمليا في سوريا من أجل قتل الشعب السوري وقصف المدنيين من خلال تزويد نظام بشار الأسد بها وأيضا تزويد الانقلابيين الحوثيين في اليمن وميليشيات حزب الله في لبنان بهذه الصواريخ ترجمة نانسي قنقر